بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج ينقل عن آية الله السيد حسين تستغيب قدسة روحه زكية أنه قد ذهب في يوم من الأيام إلى الخباز لكي يشتري خبزا فرأى صاحب الخباز في حالة استماع إلى الغناء فماذا عمل آية الله السيد حسين تستغيب قدسة روحه الزكية تركه وانصرف لاحظ الخباز ذلك فأوقف آية الله السيد حسين تستغيب وسأله عن سر إعراضه عنه لماذا لم يشتري السيد خبزا منه فقال آية الله السيد حسين تستغيب رأيت أن القوة التي تعطيك الطاقة في العمل هي استماعك للغناء فهذه الحالة غير مرضية لله سبحانه وتعالى وهذا الخبز يكون قد وصل إلينا في أثناء معصيتك لله عز وجل وفي أثناء غضب الله عليك فعندها نحن لا نرى في الطعام خيرا ولا بركة ولا أريد أن يدخل جوفي طعام ليس فيه خير ولا بركة فتخيلوا إذا كانت أم البيت تطبخ تخبز تفعل شيئا وهي تستمع للأغاني فماذا سيأكل أهل بيتها زوجها أولادها إذا كانت الأم أو البنت التي تطبخ تستمع للأغاني أو أثناء الطبخ وأثناء ما تعمله في المطبخ تشاهد المسلسلات الهابطة مسلسلات فيها أغاني فيها خدش للحياء إلى غير ذلك هذا كله يخلو من البركة والخير ويكون هذا الطعام داء وليس دواء أهل البيت عليهم السلام علمونا جميعا بأننا عندما نطبخ نهدي ثواب هذا الطبخ إلى السيدة الزهراء عليها السلام أهدي ثواب هذا الطبخ ولو لأهل بيتي إلى الإمام الحسين عليه السلام أهدي ثواب تعبي فالطبخ والمطبخ إلى السيدة الرقية إلى السيدة سكينة إلى الإمام الكاظم إلى الإمام الحج عليه السلام وأقرأ سورة التين على الطعام على الطبخ فكما قال النبي صلى الله عليه وآله من قرأ سورة التين على الطعام أنزل الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء يكون هذا الطعام فيه خير وفيه بركة بل فيه شفاء هكذا علمنا أهل البيت عليه السلام أولا أن نهدي ثواب ما نطبخ في البيت لهم لتتضاعف البركة ويتضاعف الخير ونقرأ سورة التين لكي ينزل الله سبحانه وتعالى في طعامنا الشفاء برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام